طلبة عقد العزم على حفظ كتاب الله الكريم ومشايخ سخروا علمهم ووقتهم لغرس ثمار القرآن في هذا الجيل والعين من الزاوية جانية بعين ماضي بولاية الأغواط التي تستقطب الطلبة من داخل وخارج الوطن تعلمت في المدرسة القرآنية الآجاب والأخلاق وتنظيم الوقش والمتن والتلاوة والأحاديث وهذا كله بفضل أساتذتنا الكرام أتي في فترة العطلة إلى الزاوية التجانية لأتعلم وأحفظ القرآن الكريم أترحم على شيخ الزاوية عبد الجبار كما أشكر معلم القرآن الشيخ عبد الرحمن فالتعليم هنا يتم بطريقة جيدة والكل هنا سعيد وتعتبر اللوحة هي الوسيلة التي يعتمد عليها في ترسيخ القرآن لدى المتعلم حسب ما أكده مشايخ من هذه الزاوية الطالباء يقرؤون القرآن ليل النهار بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المشايخ وبفضل كذلك بفضل كذلك الخليفة العام ونهل سيد عبد الجبار التجاني رحمه الله وطيبة فرح الحفظ اللوح يقوم بمحيها وكتابتها والكتابة هي الطريقة التقليدية عندنا اللوح هي اللوح والقلم والدوية اللوحة والقلم والدوية لماذا؟ وكذلك الإملاء حتى يرسخ القرآن في ذهنهم لتبقى الزاوية التجانية بعين ماضي بولاية الأغواط معلماً وصرحاً دينياً يخرج عشرات الحفظ سنوياً